مرحبا بكم اليوم من اسكول في راديو بلي سي ام بتبعى قبل من ابداة وما تنسيوش تعملوا لايك الفيديو تشتركوا بالقناة مش تصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة اكدت اذاعة موزايك ان قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعهد بالبحث في القضايا المتعلقة بشبكات التسفير الى بؤراء التوتر والارهاب قرار التمديد في الايقاف التحفظي بالقيادي بحركة النهضة للعريض مدة اربع اشهر اضافية وتجدر الاشارة الى ان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب كان قد اصدر بتاريخ 19 ديسمبر الماضي بطاقة اداع بالسجن في حق علي العريض لمدة ستة اشهر قابل لتمديد مارتين كل اربع اشهر عن كل واحدة وذلك على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبكات التسفير